وعلى هامشي مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مريد بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد زياني مع الأمين العام للمنظمة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وأكد زياني دعم مملكة البحرين الجهود التي تبذلها منظمة السياحة العالمية من أجل تعافي القطاع السياحي واستعادة معدلات أدائه السابقة مشددا على أهمية التعاون الدولي في هذه الفترات الحارجة واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات السياحية بالإضافة إلى الإجراءات المتصلة بعودة التنقل والسفر وتمكين المرأة في مجال السياحة إضافة إلى وضع السياحة العالمية حاليا والتوقعات المستقبلية واطلع الوزير الزياني الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على الخطط البحرينية الطموحة لتنشيط القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من جانبها أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حرصه على تكتيف التواصل مع مملكة البحرين لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحي